فوالله إن سببها هو اتصال هاتفي من إحدى بناتنا وكانت تبكي بكاء شديدا لما تعانيه في بيت الزوجية من مر المعاناة ستقولون لماذا أقول لأنها ظلمت في بيت أبيها ظلمت في بيت أبيها وإذا ظلمت المرأة في بيت أبيها فلابد وأن تلقى المتاعب في بيت زوجها كذلك إلا إذا كان من الصالحين الطيبين وبخاصة أن الظلم الذي وقع عليها لم تكن سببا فيه وإنما نزل بها وكان أبوها السبب في ذلك أو كان أشقاؤها أيضا السبب في ذلك الظلم أقول وأكرر لأنكم ينبغي أن تحفظوها إذا ظلمت المرأة في بيت أبيها وبالذات فيما يتعلق بميراثها من أبيها أو أمها فإنها ولا شك عرضة للظلم كذلك في بيت زوجها سيرد أحدكم يقول ليس بالضرورة أيها الشيخ لعل الله عز وجل يعني لا يريد لها أن يقع عليها ظلم من هنا وظلم من هناك لعل الله تبارك وتعالى يخفف عنها في بيت زوجها فلا تجد الغمزة واللمز والتلمحات السخيفة التي يداوم عليها أزواج كثيرون بل وأبناؤهم نعم أبناؤهم آه أيها نعم فمنذ سنتين أذكر ذلك جيدا اتصلت الأخرى وقالت هلئها منين ولا منين من زوجي الذي يعيرني بالظلم الذي وقى علي في بيت أبي فيما يتعلق بميراثي من أبي أم من أبنائي الذين يقولون بالحرف الواحد ألسنا أولى بحقك من أبناء أخيك أبناء أخي يعني أبناء الخال قالوا أي قال أبناؤها نحن أولاء من أبناء خالنا وهو حقك أولا وأخيرا وعجزك عن الوصول إلى هذا الحق حرمنا حرمنا من حقنا الحقيقة هذه صفحة صعبة من الصفحات الاجتماعية التي لا يكاد يمر أسبوع نعم دون أن أسمع شكوى من إحدى بناتنا أو من أحد أبنائنا أحيانا يتصل بي الزوج ويقول يا شيخ ظلمت زوجتي وحرمت من حقها حرمها أشقاؤها أو لعل أباها قبل أن يلقى ربه هو الذي فعل ذلك وحرمها من حقها ليه اللي يقولون بالحرف الواحد تقاليد العائلة عندنا أنهم لا يورثون البنات يا سلام يا سلام على تقاليد العائلة والله بئسة التقاليد الظالمة الجائرة هذه كما قلت مشكلة كبيرة يترتب عليها من المشاكل ما لحصر له نعم نعم مشاكل كثيرة تترتب على حرمان البنت من حقه أولا ينبغي أن يعلم الجميع وأنا أذكركم فقط بقول بقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ويمكن أن تقرأ فلا تظالموا نعم أي لا يظلمن بعضكم بعضا واتقوا الله عز وجل لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وربنا الكريم تبارك وتعالى وهو يتحدث في هذه القضية في صورة النساء يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم الأوضح منها في هذا الباب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ولو أحسنتم ودققتم النظر في النص الكريم أي في هذه الآية تجدون العدالة حتى وهو يتحدث عن حق هؤلاء من الرجال وعن حق هؤلاء من النساء نعم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ست كلمات وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون حتى العدالة وهو يتحدث عن هذه القضية وبعدها بآيتين أو ثلاث آيات يقول رب العزة تبارك وتعالى في نص صريح واضح يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم يوصيكم من يوصيكم الله نعم إذن هي وصية الله تبارك وتعالى نعم ينبغي إذا سمعنا يوصيكم الله أن نعطي للقرآن الكريم أعلى درجات الانتباه والاهتمام لأن أحكم الحاكمين يوصي المؤمنين الموحدين وإذا أوصانا ربنا أوصانا بالخير كله أوصانا بالعدل والإكرام يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين نعم ترجمة نانسي قنقر